اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يفتحوا فيها المحلات التجارية ولكن دائما مع احترام الوزم الوقائية فرضو عليهم في الطاليين شوية يعني هذا الحاجة دعوهم زيانة هو أن في لانتخي ذي الشاك شاك شوب يجب أن تكون واحد لتعبر الحرارة إذا كانت الحرارة أكثر 37.5 دقري سليسيوز 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 ويجب أن يدخل ويجب أن يمشي الأقرب المستشفى إذا كانت تقل ب 37.5 دقري سليسيوز كذلك سيضم اكتداد مسافة الأمان والكمامات كل شيء سيبقى لأن الطاليين شهرين العدد شهرين وكثير وطاليين تضرت بزاف كل شيء يبقى بكي سليسيوز 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 كذلك هناك تقريبا في إيطاليا إذا تريد أن تخرج لديك المدينة لا مشكلة ستحتاج إلى مدينة وولاية وولاية ستحتاج إلى مدينة وضرورية ستحتاج إلى مدينة جديد ستحتاج إلى المدينة سنكون المدينة ستحتاج إلى المدينة وكذلك ستحتاج إلى المدينة لا يخصم فردو اليوم يفوتو الشخصين في المحل يعني اللي كيبيع واللي غدي يشري بينسيغ مسافة الامان الجهاز ديال الحرارة الكمامات دروري مادشي كين واحد حاجة مزيانة في التاليان درتها وهو خبر مفرع أن الماسك في التاليان داباكي سواء سواء سيكون ساكونت سنتيم يعني ان دومي اورو ان دومي اورو يعني السيداليات كاملين في التاليان فردو عليهم باش يبيعوا الماسك بان دومي اورو ما وصلت اورو هذا الشيء باش يقطعون الناس الكذوب و باش كل شيء يدير الكمامة و باش يعني كل شيء تكون في متناول جميع بالنسبة كين بعد السيداليات وبعد يعني واحد القطاعات ديال السيدالة اللي شرؤوا لي مسك غاليين وكتبوا كومينيكي للدولة وقالوا لبيلار عشرين هم غاليين وقدرات تعودهم وقدرات تحلل هذه المشكلة قلت لهم ارى وغتبعوا الناس بذلك تامل و ارى غالناس ديالكمامة ونخرجوا بهذا البلاء بالنسبة للفطرة ديال 18 مي المرحلة الثالثة ولانا انا شخصيا ما كانت ادرش بانه ارى 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 اصبح تقسطいる امرأة بالخلف ادرشت ارى واقحة 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 نظر الرأي الشخصي لا يظهر أن يحلوا لأنه لم ترى فرنسا البارح السبت كانت قالت بأنه لا يمكن أن يزيدوا بحالة الطوارئ إلى 24 جوية بالنسبة للمنظمة الصحة حضرت كل شيء حضرت لإسبانيا لفرنسا لإيطاليا بعض القرارات التي تأخذوا قرارات رفع الحجر الصحي ولكن منظمة الصحة ستحضرتهم وحملت الحكومات المسؤولية الكاملة يعني لا ترى شيئا أو هم يتحملوا المسؤولية ديالها هما سيكون تحدي كبير بالنسبة لإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وجميع الدول الأوروبا هذا خاصة في إيطاليا سيكون تحدي كبير خصوصا أن الفلاحة ستبدأ في الاثنين في الاثنين سيبدأ الموسم الفلاحة للجين التمار وكما ترى قانون الساناتورية ترحوه ستتنعونا في الفيديو إن شاء الله سنقوم بإمكانكم فيديو آخر سنقوم بإمكانكم فيديو آخر سنرى حقيقة الساناتورية لذا كنت هدرت عليها وشرحتكم ما هو الساناتورية ولكن القانون ستتفعل في البداية هذا الشهر ستجدون أن يسوي الناس ويسوي الوضعية لكي تخدم في الفلاحة ولكن هذا الشهر لا يمكن أن تقوم بإمكانها انتظرونا في اللايف إن شاء الله مع الحداج للليل دي المغرب وإن شاء الله فيديو آخر سنقوم بإمكانه الساناتورية والاختلاف من تسويات مدعية بين إسبانيا وإيطاليا وبرنسا كشكرا لكم على المتابعة اشتركوا في القناة إن شاء الله ما السلامة